جيتكس أفريكا ويتزايد بشكل أسرع مقارنة مع باقي بلدان العالم وحفاظا على هذه الجاذبية في مشهد دائم التغيير والتحول لا بد من تشجيع الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة من أجل بطاق مقاولات صاعدة أحادية القرن ومقاولة ناشئة ومقاولة صغيرة متوسطة مبتكرة كما يتوجب دعم تسريع الابتكارات التكنولوجية في القطاعة الواعدة مثل الدكاء الاصطناعي أو الحوسب السحابية أو الأمل الإلكتروني وحمايات المعطيات الشخصية ومما لا شك فيه فإن تحقيقها التحول الرقمي يتطلب توفير مناخ أعمال ملائم وحكامة جاذبة للاستثمارات من جهة كما يستوجب الاستثمار بشكل فعال في بنيات تحتية رقمية موثوقة وشاملة من جهات أخرى كما تعلمون فلا يمكن تحقيق تحول رقمي أو طورة رقمية دون التركيز على محورها الرئيسي المتعلق بالمواهب والمهارات ففي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المهارات الرقمية متجاوزاً بذلك الموارد المتاحة وفي سياق نتحدث فيه حتى عن حرب من أجل المواهب لا بد من تأكيد أن القرى الإفريقية تزخر بالمؤهلات البشرية ذات الإمكانات العالية فأكثر من ستين في المئة من الساكنة لا يتجوز عمرها خمسة وعشرين سنة وهي طروة ستساهم لا محالة في بناء المصاري الرقمي للقرى إن نحن نجحنا في تدريبهم وتكوينهم ودعمهم وتشجيعهم لهذه الغاية وأخيراً فإن الغاية من الرقمنا تتمثل كذلك في تجويد علاقة المواطن مع الإدارة فلا مجال لحكامة حديثة بدون رقمنا وهو ما يستلزب تيسير ولوجية الخدمات العمومية للمواطنين وخلق إدارة شفافة محورها الإنسان والمواطن حضرت سيدة السادة إن المملكة المغربية منخرطة في الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة كما أنها عازمة على تعزيز مكانتها قطب لرقمنا من أجل تسريع التلمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم وذلك تماشياً مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفي هذا السياق فإننا نطمح إلى توفير خدمات عمومية رقمية للمواطنين وللشركات والمقاولات كما أننا نسعى إلى خلق نظام بيئي ملائم للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وخلق أرضية لاحتضان المواهب الرقمية وإنتاجها ونحن نشرع في تنفيذ خارطة الطريق فإن تنظيم هذه الضوء الأولى من جايتكس أفريكا بالمغرب يعد محفزاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا المنشودة ومما لشك فيه فإن جايتكس أفريكا سيسهم في رسم معالم قارة إفريقية متكاملة ومتصلة ودينامية ومتطورة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجيوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة